بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهرنا هذا فيه عبادة عظيمة جدا وهي الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سلفنا كانوا يهتمون بالدعاء اهتماما عظيما وكان اللجوء إلى الله ذيدنهم ومن التوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي طبعا وقد وقع في التاريخ الإسلامي أن عمر رضي الله عنه استسقى عاما الرمادة بالعباس بن عبد المطلب وكان من دعاء العباس اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيثة فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس الدعاء هو حدة المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض تستجلب به المستحبات وتدفع به المكروهات به استقامة الإنسان على الحق وصلاح قلبه الدعاء أن يسأل العبد ربه حاجته أن يلجأ إليه أن ينطلح بين يديه أن يقبل عليه أن يلح أن يكرر دعاء المسألة ودعاء العبادة العبادة العظيمة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلب إنه شعار الأنبياء والرسل يوم القيامة يقولون اللهم سلم سلم متفق عليه عرف السلف هذا شمروا عن ساعد الجد لجوا إلى الله بالأدعية ويقول عمر رضي الله عنه اللهم إني أعوذ بك أن تأخذني على غرة أو أن تذرني في غفلة أو أن تجعلني من الغافلين يدعون الله بخشوع وتضرع ورقة وانكسار لعلمهم أن هذا وروح الدعاء ماذا قال موسى عليه السلام ربي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير كانوا يجتهدون في رمضان بهذه العبادة لعدق رقابهم من النار لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة رواه الإمام أحمد وحديث صحيح كانوا يعترفون بذنوبهم وتقصيرهم ويقول أبو الدرداء مررت برجل ساجد في المسجد ويقول اللهم إني خائف مستجير فأجرني من عذابك وسائل فقير فارزقني من فضلك لا مذنب فأعتذر ولا ذو قوة فأنتصر يعني لا أريد أن أبرر نفسه المعصية هذا معنى لا مذنب فأعتذر ولا ذو قوة فأنتصر ولكن مذنب مستغفر قال ابن ربيع فأصبح أبو الدرداء يعلمهن أصحابه وإعجابا بهن كانوا يدعون الله بقلوب حاضراء يواطئ القلب فيها اللسان كانوا يسألون الله الإعانة على الاحتساب يعني احتساب الأجر فكان همام الحارث يقول اللهم اشفني من النوم باليسير واجعل سهري في طاعتك فكان لا ينام إلا هنية والباقي عبادة يرون ترك الدعاء عجزا أعجز الناس من عجز عن الدعاء يتحرون أوقات الإجابة والحمد لله إننا نجد في زماننا هذا من الناس من يبكر المسجد ويستقبل القبلة ويدعو الله على طهارة ويرفع يديه ويسأل ربه ويتوسل بأسماء الله وصفاته ويحمد الله ويثني على النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر ويلح ونرى هكذا الناس أدعيتهم في صلاة التراويح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم في الدعاء وكذلك الإلحاح لا تيأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرج أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجه علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم العزم في المسألة فكانوا يجزمون ويتيقنون الإجابة ويحسنون الظن بالله يقول بمسعود رضي الله عنه اللهم دعوتني فأجبتك وأمرتني فأطعتك وهذا سحر فاغفر لي يعني هذا وقت قبل الفجر الأدعية الجامعة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يحملون هم الدعاء ولا يحملون هم الإجابة لأن الدعاء إذا حصل وفق الشروط الشرعية جاءت الإجابة الإجابة معه يحرصون عن مطعم الحلال يتجنبون الدعاء المحرم ما فيه إثم أو قطيعة رحم أو اعتداء وفي زمننا هذا نجد ولله الحمد هذه العبادة وخصوصا في رمضان سوقها قائم لكن ينبغي أن ننتبه أن لا ندعو من قلب ساه الله غافل أن لا نستعجل النتائج أن لا ندعو من باب التجربة وإنما نجزم بأن الله سبحانه وتعالى يقبل لا نسجع وأيضا فإننا لا نستعجل الإجابة ولا يجب أن نفقد الأمل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا وأن يثيبنا بالجزاء الأوفى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر